أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وأحرم الرباء لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لازلنا في الآيات الكريمة من سورة الأعراف وهذه الآية الخامسة والخمسين بعد المئة يقول الله تبارك وتعالى واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي واختار موسى قومه يعني من قوم سبعين فلما حضروه بدل من أن يعتذروا قالوا أرن الله جهره أرن الله جهره فأخذتهم الرجفة وهي في اللغة الزلزلة الشديدة وقيل إنهم زلزلوا حتى ماتوا ثم أحياهم الله لما دعى موسى لما رأى موسى عليه السلام أخذ الرجفة لهم قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي قاله عليه الصلاة والسلام تحسراً وتلهفاً يعني من قبل خروجنا أو من قبل هذا الميقات أو من قبل أن تبتليهم بما استوجبوا به الرجفة وإياي فكان بني إسرائيل يعاينون ذلك ولا يتهموني أني دعوت عليهم ولجاءهم شيء من قبلي قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي قبل الحادثة هذه ثم تضرع إلى رب فقال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا أتهلكنا بما فعل السفهاء منا يعني به ما صدر من بني إسرائيل من سؤالهم الرؤية ومن قولهم لن نصبر على طعام واحد أو بسبب عبادة من عبدوا العجل أتهلكنا الهمزة هنا قال المبرد طبعاً هو لا شك هذا استفهام لكن يقول المبرد هذا استفهام استعطاف استفهام استعطاف أي لا تهلكنا وقيله استفهام بمعنى الجحد أي لست تفعل ذلك قاله ابن الأنباري أي لست تفعل ذلك أي لإنكار وقوع الهلاك ثقة بلطف الله تعالى يعني كأنه كأن موسى عليه السلام يستنكر أبداً ويجحد أن الله يهلكه بما فعل السفهاء اعتماداً على لطف الله عز وجل وما عوده من رحمته ومغفرته وعفوه وهذا الذي جعل المبرد يقول هذا استفهام استعطاف أي لا تهلكنا وقيل إنه استفهام بمعنى الجحد أي لست تفعل ذلك لإنكار وقوع الهلاك ثقة بلطف الله تعالى ورحمته الحاصل أن موضع العبرة من هذه القصة هو التوقي من غضب الله عز وجل وخوف بطشه وبيان مقام الرسل عليه الصلاة والسلام من الخشية لله تبارك وتعالى فقد خشي موسى عليه الصلاة والسلام أن تكون تلك الرجفة إمارة غضب ومقدمة إهلاك عقوبة على عبادة قومه العجل فلذلك قال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا فالسفهاء هم الذين عبدوا العجل وسمي شركهم سفهاً لأنه شرك مشوب بخصة عقل إذ جعلوا صورة صنعوها بأنفسهم إلهاً لهم وكل من اجترى على الله عز وجل بقول أو بفعل أو اعتقاد فهو سفيه ليس له عقل كامل يردع عن هذه الجرأة على الله عز وجل تأمل في أحوال بعض المنافقين والملحدين الذين يقولون شعراً ونثراً في هذا الزمن وفي غيره وكل جرأة على الله هؤلاء من أسفه الناس لأن الذي يتجرى على الله عز وجل بقول أو فعل أو اعتقاد فهو سفيه لو كان له عقل يردعه لخشي جبروت الله عز وجل وبطشه قال عز وجل إن بطش ربك لشديد وقال عز وجل وأملي لهم إن كيد متين وقال كما سيأتي سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيد متين وقال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ثم قال موسى عليه السلام أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك أي ابتلاءك واختبارك وامتحانك فالأمر أمرك والحكم لك جل وعلا فلا راد لما قضيت ولا مضل لمن هديت ولا هادي لمن أضللت إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وهم الذين أصابتهم الفتنة وتهدي من تشاء وهم الذين اعتصموا بك وحدك واستمسكوا بدينهم وثبتوا عليه أنت ولينا أنت ناصرنا كما قال تعالى بل الله مولاكم وهو خير الناصرين أنت ولينا فاغفر لنا فاستر علينا ذنوبنا بترك عقابنا عليها وارحمنا تعطف علينا برحمتك قدم المغفرة هنا على على الرحمة لأن المغفرة سبب لرحمات كثيرة منه سبحانه وتعالى ولهذا قال وأنت خير الغافرين الذي يغفر كثيرا فهو خير من صفح عن جرم وستر على ذنب وأنت خير الغافرين الذي يغفر كثيرا فهو خير من صفح عن جرم وستر على ذنب ثم تمم موسى عليه الصلاة والسلام دعاءه لربه بقوله واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة يعني اجعلنا ممن كتبت له في هذه الدنيا حسنة وهي الصالحات من الأعمال ويدخل في هذا كل علم نافع ورزق واسع وعمل صالح ولهذا من أجمع الدعوات التي يلهج بها المؤمنون والمؤمنات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لأن هذه الدعوة تجمع لك أيها المسلم ولك أيها المسلمة خير الدنيا والآخرة كما قال أنس في البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يدعو يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهي من أدعية القرآن أيضا وفي الآخرة حسنة يعني اجعلنا ممن كتبت لهم المغفرة من ذنوبهم فحصلوا على ثواب الجنة ونعيمها إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ هُدْنَا إِنَّا 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 إِنَّ مُقِرِّينَ بِذُنُوبِنَا تَائِبِينَ مِنْهَا مُنِيبِينَ إِلَيْكَ فِي جَمِيعِ أُمُورِنَا قال الله عز وجل جواباً لكلامي ودعائي من؟ موسى عليه السلام وهذا دليل على عناية الله بموسى وبيان فضيلة موسى فإن دعاءه أجابه الله يعني كأنه يخاطب ربه فمن كرامة موسى على الله أنه أنه أجاب خطاب موسى رد الخطاب إليه جاوب موسى لما قال أتهلكنا بما فعل السفاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء عذابي أصيب به من أشاء عذابي مثل الرجفة وغيرها أصيب به من أشاء من المستحقين له ورحمتي وسعت كل شيء من العالم العلوي والسفلي البر والفاجر المؤمن والكافر فما من مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله عز وجل وغمره فضله وإحسانه لكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة لا تكون لكل أحد إنما تكون فقط لمن؟ للمؤمنين ولهذا قال الله فسأكتبها للذين يتقون يتقون الذنوب صغارها وكبارها ويؤتون الزكاة الواجبة لمستحقيها والذين هم بآياتنا يؤمنون يصدقون بها ويعملون بمقتضاها يصدقون بها ويعملون بمقتضاها ومن ذلك اتباع محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي العربي المكي صلى الله عليه وآله وسلم فواجب على من علم بإرسال الله له أو أدرك أن يتبع وأن يؤمن به وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار فالآن الآن بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام وإن زال القرآن لا عذر لأحد من اليهود والنصارى المسمين بأهل الكتاب لا عذر لهم في ذلك قال الله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل وقال في سورة البقرة يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وقال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين وهذا احتراز في الآية الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل احتراز عن سائل الأنبياء عليهم جميعاً الصلاة والسلام فإنه عليه الصلاة والسلام أي محمد هو المقصود بهذه الأوصاف وقد جاء في صحي البخاري عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله ابن عمر ابن العاصر رضي الله عنهما قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إن أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين المقصود بهم؟ العرب وحرزاً للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يتوفاه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صمّاً وقلوباً غلفاء هذا من اللي رواه؟ هذا رواه أخرجه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن هذه صفة الرسول صلى الله عليه وسلم وين؟ في التوراة الرسول النبي الأمي نسبة إلى الأمة الأمية التي لا تكتب ولا تحسب وهم العرب أو نسبة إلى الأم والمعنى أنه باق على حالته التي ولد عليها لا يكتب ولا يقرأ قال تعالى وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك أو نسبة إلى أم القرى وهي مكة طيب الآن الرسول عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب لكن الأمية فيه وصف كمال مع أنها في غيره وصف نقص سبحان الله الأمية في الرسول عليه الصلاة والسلام وصف كمال مع أن الأمية في غير الرسول عليه الصلاة والسلام وصف نقص لما؟ لأنه لم يحصل علمه من بشر عليه الصلاة والسلام علمه إلهي أي نعم فعلمه وكماله إلهي من ربه تبارك وتعالى قال تعالى وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا فلم يحصل علمه من بشر ما له إسناد ما له شيوخ من البشر وأستاذ جبريل عليه السلام ومعلمه رب العالمين فأكرم بهذا شرفاً وفضلاً ومنزلة ومكانة هو معلم العلمة عليه الصلاة والسلام ومع ذلك وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون لو كان يكتب يقرأ قالوا نعم ومع ذلك ما سلم منهم وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تمل عليه بكرة وأصيلة ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسال الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس عند الصفة إلى رجل أعجمي رومي يدعوه إلى الإسلام فقالوا هذا الرجل هذا الرومي أعطاه بعض المعلومات فجاء بهذا القرآن قال الله وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُنَّ مَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين كيف؟ ثم قال إن الذين لا يؤمنوا بيئة الله لا يهديهم الله الذي يجدونه يعني اليهود والنصارى يجدون صفته ويجدونه باسمه محمد وأحمد كما قال الله عز وجل وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدِّقًا لما بين يدي من التوراة ومبشِّرًا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر هذه صفة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام في الكتب المتقدمة وهكذا كان حاله عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر يأمرهم بالمعروف والمعروف ما عُرِف حُسنُه ونفعُه وصلاحُه والمنكر عكسُه ما عُرِف قُبْحُه في العقول والفطر ويُحِلُّ لهم الطيِّبات أي المستلذات من المطاعم والمشارب والمناكح التي حُرِّمت عليهم لمعاصيهم ويُحرِّم عليهم الخبائث أي المستخبثات التي كانوا يتناولونها ويفعلونها من المطاعم والمشارب والمناكح والأقوال والأفعال قال علي بن بطلحة عن ابن عباس بسند صحيح كلحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلون من المحرَّمات من المآكل التي حرَّمها الله تعالى ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم يعني أنه عليه الصلاة والسلام جاء بالتيسير والسماحة كما جاء في الحديث الذي جاء من طرق عنه صلى الله عليه وسلم وقال وعِذْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ وقال تعالى وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ لَّتَ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيمِ وَوَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا وقال تعالى يُريدُ الله بكم اليُسر ولا يُريدُ بكم العُسر وقال جل وعلا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وقال عليه الصلاة والسلام لأميريه معاذ وأبي موسى رضي الله عنهما لما بعثهما إلى اليمن بشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا ويسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا وقال صاحبه أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت تيسيره كانت الأمم الذين قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم لكن هذه الأمة الله جل وعلا وضع عنهم الأصار والأغلال والشدائد واسع على هذه الأمة أمورها وسهلها عليهم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم يعني كانت الأمم السابقة ما عندهم إلا القصاص أو العفو بينما هذه الأمة عندهم القصاص أو العفو أو الديه كانت الأمم السابقة إذا حصل أن وقعت النجاسة على ثوب أحدهم قرضه بالمقراض بالمقص هذه الأمة يغسل وينتهي الأمر كانت الأمم السابقة لا يصلون إلا في أماكن مخصصة في بيعهم وكنائسهم وأماكن عبادتهم هذه الأمة قال عليه الصلاة والسلام جعلت لأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة عنده مسجده وطهوره كانت الأمم السابقة لا تحل لهم الغنائم إذا غنموا من عدوهم غنيمة جمعوها في مكان واحد وابتعدوا عنها فجاءت نار من السماء وأحرقتها وهذا علامة أن الله تقبلها منهم فعلم الله ضعفنا فطيب الغنائم لنا إلى غير ذلك من الشرائع الكثيرة التي فيها تيسير وتخفيف على هذه الأمة فلله الحمد والمنة ويضع عنهم إصرهم الإصر الثقل فإن بني إسرائيل كان قد أخذ عليهم عهد أن يقوموا بأعمال ثقال فوضع عنهم بمحمد عليه الصلاة والسلام ذلك العهد وثقل تلك الأعمال والإصر أيضا يطلق على العهد وقد جمعت هذه الآية كلا المعنيين قال تعالى وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي والأغلال التي كانت عليهم يعني ويضع عنهم الأغلال التي كانت عليهم والأغلال مستعارة للتكاليف الشاقة التي كانوا قد كلفوا بها كترك الاشتغال يوم السبت ترك الأعمال فإنهم محرم عليهم أن يعملوا يوم السبت وقد ورد أن موسى رأى رجلا يعمل يوم السبت فقتله ولم يكن فيهم كما أسلفت الدية فكانت في هذه الأمة ولله الحمد والمنة أيضا أمروا بقتل أنفسهم لقبول توبتهم بينما هذا لا يوجد في هذه الأمة فالأعمال الشاقة التكاليف رفعت عن هذه الأمة فالذين آمنوا به أي بالنبي محمد الأم عليه الصلاة والسلام وعزروه يعني عظموه ووقروه ونصروه على أعدائه فمنعوهم عنه واتبعوا النور الذي أنزل معه وهو القرآن فأحلوا حلال وحرموا حرامه أولئك هم المفلحون وهذه شارة إلى المتصفين بهذه الأوصاف هم المفلحون والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب الفائزون بالخير والفلاح في الدنيا والآخرة الناجون من شرور الدنيا والآخرة ثم قال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمنوا بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون يقول الله تعالى لنبي ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد يا أيها الناس هذا خطاب للأحمل والأسود والعرب والعجم لأنه عليه الصلاة والسلام وخاتم النبيين وهو المبعوث إلى الناس أجمعين وفي هذا رد على اليهود ووعظ لهم حيث جحدوا نبوته وزعموا أنه لا رسول بعد موسى فجاءت هذه الآية في وسط قصة موسى عليه السلام مع قومه لتذكيرهم تذكير من؟ تذكير اليهود الذين كانوا موجودين عند بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الذي له ملك السماوات والأرض رب العالمين جل وعلا يتصرف فيهما بأحكامه الكونية والشرعية الدينية وغيرها يتصرف فيهما جل وعلا بحكمة ومن ذلك أنه أرسل رسولاً عظيماً وهو محمد عليه الصلاة والسلام لا إله إلاه أي لا معبود بحق إلا الله وحده ولا شريك له ولا تعرف عبادة الله إلا من طريق الرسل عليه الصلاة والسلام فهم الذين بيّنوا للناس كيفية عبادة الله تعالى وحده ولا شريك له لا إله إلاه يحيي ويميد فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يعني كتبه التي أنزل كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن واتبعوه يعني أسلكوا طريقه واقتفوا أثره أسلكوا طريقه واقتفوا أثره واتبعوه أي اسلكوا طريقه واقتفوا أثره لعلكم تهتدون لعلكم تهتدون إلى الحق ثم خصص الله عز وجل ظاهر العموم في قوله واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسد له خوار خص قوماً فقال ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وهذا تخصيص لظاهر العموم في الآية في قوله واتخذ قوم موسى قصد به الاحتراس لأن لا يتوهم أحد أن ذلك قد عمله جميع قوم موسى ولأنه سبحانه وتعالى قد ذكر فيما سبق جملة من معايبهم المنافية للكمال المناقضة للهداية فلربما توهم أحد أن هذا يعمهم جميعاً كلهم فلهذا الله سبحانه وتعالى ذكر أن منهم طائفة مستقيمة ومن قوم موسى أمة أي طائفة يهدون بالحق أي يدعون الناس إلى الهداية حال كونهم متلبسين بالحق وهذا المنهج القرآني الفريد يعطينا نحن أيضاً أدباً وإرشاداً أننا يجب أن لا نعمم على الناس الأحكام فإنه يوجد من الناس من إذا قيل له أهل البلد الفلاني قال هؤلاء كلهم كذا وكذا وإذا قيل الجماعة الفلانية والطائفة الفلانية قال كلهم كذا وكذا وهذا خطأ فالله تبارك وتعالى في هذه الآية ينبهنا إلى هذا الأدب وهذا الخلق أنك لا تعمم على الناس الأحكام عند اليقين إذا تيقنت أن جميع أهل هذه القرية أو أن جميع هذه الطائفة كلهم كذا نعم لكن إذا كنت لا تعلم فالله قال ومن قوم موسى مع هذه المخازي والمعايب آلنا الله جاهرة اجعل لنا إلها كما لهم آلها ومع ذلك يقول الله ومن قوم موسى أمة جماعة طائفة يهدون بالحق يدعون الناس إلى الهداية حال كونهم متلبسين بالحق وبه يعني بالحق يعدلون بين الناس في الحكم وقيل هم الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام منهم كعبد الله بن سلام رضي الله عنه ووهب بن منبه وكعب الأحبار وغيرهم قال ابن جريد الطبر رحمه الله وبه يعدلون أي وبالحق يعطون ويأخذون وينصفون من أنفسهم فلا يجرون وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية وكذلك قال تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله وهذه ثمنا قليلا فهذا يدل على أن هؤلاء القوم ليسوا كلهم على هذه الشاكلة وبه يعدلون وهذا هو ختام هذا المجلس وأنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفهمة في كتابه وفي سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبارة ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر